عوض المؤشر الساري لبورصة الكويت جزءا من خساريها السابقة بما يقارب 78 نقطة وسط ارتفاع نسبي في السيولة النقدية مقارنة مع الجلسات السابقة مؤشر كويت 15 هو الوحيد الذي امتزج باللون الأحمر فاقدا أكثر من نقطتين من قيمته ليغلق بذلك عنده مستوى 946 نقطة بلغت كمية الأسهم المتداولة 518 مليون سهم تمت من خلال إبرام 9000 سابقة بقيمة نقدية مرتفعة تجاوزت 50 مليون دينار كويتي سهم شركة السلام تصدر قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% تلاه سهم شركة ميادين بنسبة 8.5%